عملنا مع بعض اجمل معجنات على القناة النهاردة ان شاء الله هنعمل تحكي الحليب الهش الطريق بعجنة رهيبة 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 وسهلة وبسيطة وتقدري تعمليها بمنتهى السهولة بس قبل نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي والسلام وبرك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين السلام عليكم وحترمي لي تشيب لايك وشير وسبسكرايب للصف الموازن تمنى تحطوا لايك للفيديو وإلا ما اشتركش هسعى جدا باشتركوا وتفعلوا زر الجرس علشان كلما نزيل الفيديو ويصلك اشعار بي واتمنى ان تشاري الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فائده لكامية ويلا بينا على الفيديو بتاعنا السهل البسيط اللي هتقومي الوقتي حالا لما شوفي طراوة الكحك بتاعنا هتقومي تعملي حالا بعد وездورة كوباية من المياه بس انا فصراحة كنا عندي شرش في فحطتها كوباية شرش وكوباية مياه بس احنا الاول هنبدع بكوبايتين من المياه ومعانا نص كوباية من السكر وزيادة معلقة يعني نص كوباية سكر وازدود معلقة ومعانا معلقتين كبار من الحليب البوضر تفقين متفقين معلقة كبيرة من الخل طبعا يا جماعة دايما بقولوك الخل ده بيعمل اكنه محسن خبز بالزلط يعمل على حشاشة العجينة وطروتها معانا اربع معالق من الزيت كل ده موجود في البيت هتقدر تعمليه حالا 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 فعلا يا جماعة الكحك دهشي وطاري وكل حاجة حلوة موجودة فيه وانا اوريته لك في بداية الفيديو بعد كده هندوب كله مع بعضه طبعا احنا محطناش السوائل كلها مرة واحد انا كنت دلوقتي عشر كرام خميرة عملاهم في نص كبهة مياه مع معلقة سكر ومعلقة دي ومدوباهم لحد ما تخمرت في الكوباة وبعد كده ايه صبتها زي ما انت شفتها كده على العجين علشان اختبر العجينة وعلشان العجينة عشان اختبر الخميرة وعلشان تخمر معايا بصرحة وحطنا الكلام ده يعني المجمل كله عشر جرام من الخميرة وقلب الكلام ده كله طبعا هلسه فيه سوائل تانية نحطها نحط البدأتي بس كوبايتين مياه لسه فيه كوباية لربية تانية نحطها تدريجة علشان العجينة تعمل عرق معايا ما ينفعش يا جماعة لو انت عارف المقدار الصحي بتاع المستوي لتحطش مرة واحدة لان احنا عايزين ناجين العجينة كويس اوي 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 لان انت لو عجنت العجينة كويس هتوصلي النتيجة هشة وطراوة والمسامات بتاع الكحكة هيبقى متساوي معاك وهيبقى هشة وبيض من جوه زي الفل لكن لو عجنت كده اجيها اي كلام يعني ما معناها مش هتوصلي للنتيجة اللي انت هوريهالك دلوقتي شايفيني العجينة ازاي بتقطع مني يعني لسه من خدمتش انا دلوقتي حطتها على رخامة علشان اعجن براحتي وسايبة كوباية لربية جنبها باللي اجي منها وابدأ اعجن وحط شوية بشوية صغيرين علشان العجينة تعمل عرق معاي يعني لما شدها كده ما تقطعش مني زي ما انت شوفتها بداية الفيديو ده يا جماعة من نجاح المعجنات كلها ان انت تجنيها كويس عندك عجان هت اجني في العجان بس هتبطل العجان مثلا تشغلي ديئتين و سي بي ديئة يعني انا بعد ما عجنت العجنة سبتها على رخامة ديئة واحدة كده ترتاح وبعد كده رجعت عجنتي فيها تاني علشان تشد دهرق معاي اهو زي ما انت شايفة كده انا بعجنت لما حد ما تطرى معاي او انا بشد بوريك ما بقتش تقطع معاي طبعا مختصر المقطع ده معانا مع لقتين من الزبدة وهبدأ الفهب بالعجينة هتخلي العجينة تنعم و زي الفل اول ما تأجين هتحس ان العجينة تقطع معاك بعد ما اضطيت الزبدة لا اضطيت الزبدة لا اضطيت الزبدة هتلف معاك وهتنعم و تبقى زي الفل الزبدة تخليها نعم طبعا يا جماعة الزبدة بدرجة حرارة الغرفة يريد تكوني حطشي لي لايك ولو وصلت المقطع ده حطشي لي لايك ولو ما شركتش هزعل جدا نسي الشركي عندي في القناة زي ما انت شايفة كده هبدأ الفها كويس اولي نجاح المعجنات يا جماعة ان هي تتعيجن صح وتتعيجن كويس شايفين ان عمالة لت لت واجن يا نشيلها اه اغبطها في الرخامة زي فعلا العجن بيفرق جامد شايفة بدأت تنعم معايا زي بعض العجنة زي الملبن ما شاء الله عليها شايفة اهي زي الملبن هبدأ احطها بقبولة بعد اهي زي المنت شارفين اغطيها واسبت خمر حوالي ساعة وبعد ما مر عليها ساعة هنبدأ نقطعها مع بعض شايفين بابدأ اطلع الهواء منها كثير منك ويقول ليه تب انت بتطلع الهواء ليه هقولك لازم اطلع الهواء منها علشان مبقاش الحاجين فيها فراغات علشان الكحكي بقى فيه لوب من جوه كما انت شايفة كده وانا مش هكتفي بكده كمان هقولك هنعملي دلوقتي يعني هقطعها على مرتين وافردها على مرتين هبدأ اعملها رول كده وقطعها على قطعتين عشان ايه هقطعها كده كما تبقى سهل عليها غير معاود ايه قطع بيتي قطعها كده قطع متساوية انا جمي ميزان وزنتي القطع تسعين جرام لو انت ما عندكش ميزان يعني قد البيضة مرة ونص حوالي يعني قد البيضة مرة ونص اهو اذا ما انت شايفة كده طبعا انا عايزة صنية من الزيت وبعوص ايدي زيت علشان ما تشبطش في ايدي العجين يا جماعة لما يكون طريقة بتجي هشاشة ويعني في شكل العجينة القوام بتاعها من جوه بيبقى شكله حلو غير ما يكون يبسه يعني اخذت معايا بالظبط هتاخد على حسب الجي من كباتين ونص مية لتلك كبات الاربع على حسب الجي فتجي تبداي الاول بكباتين مية بس وبعد كده تبداي تحطش تدريجي تبيني ايدي كده وشوية بشوية لحد ما تحصلي القوام المطلوب لكن الجي كلهم ازاي بعد بعض ما اقطعتهم كلهم بابدا افريق واحدة تانية علشان اعمل لب للعجينة وابدا اطبقها بس اهم حاجة وانتش بتطبقي ما تخليش في فراغات علشان الكحكة من جوه ما بقاش فيها فراغات فضية من جوه اهو طب حد هقولي ايه فايدة الكلام بتعملك كمان مرة ليه هقولك علشان اعمل لب للعجينة وعلشان القوام بتاع نسيج الخبز من جوه يبقى متناسق مع بعضه ويبقى هش مغزى الموضوع اللي انا بعمله ده هعمل ده كله تاني ونرجع نشوف هنعمل ايه ونسيبه برده يرتاح عشر دقيق بين كل مرحلة مرحلة لازم تسيبه يرتاح عشر دقيق اهو زي ما انتشايف كده اطبقها وقفلها كويس وبعد ما خلصت كل الكمية هنبدأ نعمل التقطية الاول معانا ربع كباية من المية ومعانا خمس معلق من السكر وابدو ادوهم كويس اوي ممكن تحطش لو عندك معلقة عسل اسود ممكن تحطش معلقة العسل اسود على ربع كباية مية عاجي خلص دوي معانا ربع كيلو من السمسم متحمص سمسم يا جماعة هذا لازم يكون متحمص وابعد كده هنحط مسحة زيت على الرخمة ونبدأ نبطط الكحك بتاعنا بس اهم حاجة تبطشين مش طخين ومش رؤية خلي بالك خلي له سومك ما تخلوهش رؤية اوي ومعانا المكبس بتاع الكريمة اي حاجة عندك ممكن تقطعي به طبعا ان احنا منقطعو ده طبعا مش هنعمل هنعملو هنعملو كحكة شكلة جميل اوي دلوقتي هاريك هنعملو ازاي شايفا بقوم غطصها في المية بسكر وبعدين اروح على السمسم اغطصها فيه طبعا ما يبسكر دي جماعة المغزى منها ان هي تلزق السمسم على الكحكة بتاعتي شايفين الكحكة قوموا عامل ازاي وشكلها تحفى ازاي شايفين تبطيط اهم حاجة ما ترقييش التبطيط خليها متوسطة مش طخينة ومش رؤية وخليها سومك واحد ما تخليش حتة علجة وحتة وطي يعني تحاول ايدك كده تخلي الكحكة كلها سومك واحد تبطيط الخرمي الخرم يكون في النص يعني نشيني كويس نشيني صح اغطصها في المية بسكر وارجع حطها في السمسم شايفين حاجة تجربة سهلة وبسيطة ونجحة من اول مرة لو اول مرة تعمليها ستنجح معاك طبعا يا جماعة المعجنات في البيت بتعمل ريحة حلوة للبيت كده يعني دلوقت انا دخلنا على البرد والشتاء فايه بتعمل ريحة حلوة في البيت يعني مش هتحرر لك المكان ولا حاجة كل يوم كده هنعمل حاجة مع بعضنا وسهلة وبسيطة وطبعا هتفرحي الولاد بيه شايفة جمال اهو وارجع حطها في السمسم في اسهل من كده مافيش اسهل من كده انت لو انت بش حب سمسمك ومتحطيش خالص براحتك هاسبية كده وبخيط عصيها لبن ومعلقتين لبن على معلقة السكر ودويم ومتحصيها على الوش كده وخلاص مش لازم سمسم ولا حاجة لو انت بش حب طبعا في الوقت ده انا عايصة صانية زيت وشايفيني اللي انا بلتلك عن الكار الصغيرة اللي انا شلتها اعملتهم وارد شكلهم جميل ازاي بصراحة اخفة طبعا لازم تحطيهم يستوي لوحدهم لان هم حجمهم صغير لو انت حطيتهم مع الحجم الكحك هيحمروا منك قبل الكحك فلازم الحجم كله بنتناسك مع بعضه الوقت ده انا مشغالة درجة حرارة على الاعلى درجة حرارة عندي 250 وحتها في الرف اللي في الوسط هتستوي معاك اول صاج هياخد 12 دقائق ثاني صاج هياخد 10 دقائق ما سبهاش كتير في الفرن علشان ما تنشافش منك دلوقات اول ما بتطلع هو اغطيها بفطين اتنين فوق بعض علشان ايه تطرى منك يعني ايه خمس دقائق بس كده تغطيها تجيب الفطين وتغطيها وهينشال بسببات الى بقلاز الازقة بسيطة كده لكن ايها هتتعملها بالمعلقة هتنشال منك بنتها السهولة بس تعوص الصانية عنص الزيت بسيطة كده شايفة وبعد مخلصت كل الكمية شايفين الجمال والحلاوة والطراوة طرية وهشة وجميلة فعلا فعلا جميلة اخي شايفة انا هفتح واحدة معاك دلوقتي واركي مدى الطراوة بتاعتها شايفين لانا وردتونك الورد الصغير ده عامل ازاي بصراحة انا بحاول اقربه الكاميرا بس مش باين بصراحة اللوب بتاع العجنة من جوة متناصق وطري وابيض زي الفل شايفين شايفين اهم حاجة انا ما تقعدها اكتر من الصاج الاولية انها اخد معاك 12 ديئة والتاني اخد عشر ديئة لان الفرن بيقى سخن اكتر فكل ما تعلي النار عليها هتستوي بسرعة و تبقى طرية معاك مستبعش حد ما تنشف اعلى درجة حرارة 250 لو انت حسيت انها احمرت من تحت تحت ساجة تحتها تبقى عازب من الصهد تحت وصهد الصانية شايفين التراوة عاملة بزاي ما شاء الله شايفين شايفين الجمال لو ما حطتيش لايك حطي اللايك و لو ما اشتركتش الشركة في القناة و اتفعلي زر الجرس علشان كل منزل الفيديو يوصلك اشعر به و اتمنى الفيديو نقول اعجابك النهاردة و يلا بينا و الى اللقاء و سبك في رعاية الله و امانه انتظروا ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة